بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنشرح الدرس التاني لصف الاول الاعداد بعنوان مجموعاتنا الشمسية طيب دلوقتي المجموعة الشمسية عندها بتتكون من حاكنية اتنين اول حاجة معنا اسمها الشمس وتاني حاجة معنا اسمها كواكب المجموعة الشمسية نتكلم في اول حاجة معنا اسمها اللي هي الشمس ونعرفها ونقول ان هي ايه كرة ملتهبة تشعع ضوءا وحرارة مش قلنا ان الشمس نوع من انواع النجوم وان النجوم كانت برضه بتشعع ايه ضوءا وحرارة اذا الشمس يا قرى ملتهبة شعر ضوءا وحرارة اول حاجة عايزين اعرفها عن الشمس تاني حاجة عايزين اعرفها عن الشمس ان اعرف ان نقول ايه ان هي نجم متوسط الحجم ومع ذلك حجمها يساوي مليون مرة من حجم كوكب الارض يبقى دلوقتي يجيلك سؤال يقولك الشمس نجم كبير الحجم تقوله غلط بل هو ايه متوسط الحجم وتاني التالت حاجة معنا ان هو اقرب النجوم الى كوكب الارض يقولك اكتب المصطلح العلمي اقرب النجوم الى كوكب الارض يتقوله ايه الشمس طيب يقولك بما تفسر هي مصدر الحياة على كوكب الارض ليه هي مصدر الحياة على كوكب الارض نقوله لانها تمد كوكب الارض بالضوء والحرارة كده عرفنا عن الشمس ان هي كرة ملتهبة شعر ضوءا وحرارة وان هي نجم متوسط الحجم وهي اقرب النجوم لكوكب الارض وهي مصدر الحياة على كوكب الارض لانها تمد الارض بالضوء وبالحرارة نيجي بعد كده على كواكب المجموعة الشمسية ونعرف ان هي بتدور في قلب مدارات فلكية او بيضوية الشكل من اللي فين قالك من الغرب الى الشرق عكس عقارب الساعة الساعة بتلف من الشرق الى الغرب انما الكواكب المجموعة الشمسية بتدور من الغرب الى الشرق ومع ذلك ان هي لا تتصادم الكواكب مع بعضها البعض ليه هنعرف دلوقتي ييجي السؤال ويقولك بما تفسر لا تتصادم الكواكب مع بعضها البعض نقول له لأن كل كوكب يدور بسرعة مقدرة ومنظمة في فلك محدود وربنا سبحانه وتعالى قال والقمر قدرناه منازل حتى عادك الأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل وسابق النهار وكل في فلك يسبحون أهم حتة في الآية وكل في فلك يسبحون معنى كده أن كل حاجة لها فلك محدد بتلف فيه حوالي الشمس أو ما ينفعش تطلع برا الفلك ده طيب دلوقتي الكواكب بتاعت المجموعة الشمسية بتاعتنا أنها بتدور في أفلاك إيه بيضوية أو مدارات إيه بيضوية طيب عندنا أنواع الكواكب بتنقسم لحكتين اتنين كواكب داخلية وكواكب خارجية نيجي نقول لك أذكر الفرق بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية هنقول له أن الكواكب الخارجية نبدأ بالكواكب الداخلية الأول نقول له أن الكواكب الداخلية لها بعض الخصائص وكذلك برضو الكواكب الخارجية الكواكب الداخلية لها ثلاث خصائص أول حاجة قالك سريعة الدوران حوالي الشمس بتلف بسرعة حوالي الشمس طيب تاني حاجة قالك أحجامها صغيرة جميل ماشي تالت حاجة قالك كواكب صلبة مكونة من مواد صخرية مشابهة للأرض تبقى يقولك بما تفسر يطلق على الكواكب الداخلية الكواكب الأرضية هنقول له لأنها تتكون من مواد صلبة شبيهة للأرض كده عرفنا الكواكب الداخلية نيجي على الكواكب الخارجية عكسها قلنا أن الكواكب الداخلية سريعة يبقى الكواكب الخارجية بطيئة الدوران حوالي الشمس قلنا أن الكواكب الداخلية أحجامها صغيرة يبقى الكواكب الخارجية أحجامها كبيرة قلنا أن الكواكب المجموعة الداخلية من مواد صلبة إنما الكواكب الخارجية بتتكون مواد من مواد غازية جميل كده احنا قسمنا الكواكب بتاعت المجموعة الشمسية بتاعتنا الى كواكب داخلية وكواكب خارجية طيب عدد او عدد الكواكب بتاعت المجموعة الشمسية بتاعتنا كام اصلا نقول انه هم تمانية تمان كواكب صح طيب كواكب الداخلية اربعة والكواكب الخارجية كام اربعة طيب نيجي عالكواكب الداخلية ونمسك كل كوكب لوحده كده نعرف اسمه ونعرف بعض الخصائص اللي فيه اول كوكب معانا وهو اقرب الكواكب الى الشمس اسمه كوكب ايه كوكب عطارد طيب كوكب عطارد ده بياخد وقت قد ايه عبال مايلف حوالين الشمس او استنى على سطحه بتسوي قد ايه هنقول انه هو بياخد وقت 88 يوم من ايام الارض عبال مايلف حوالين الشمس طيب ايه اللي بيميزه قلنا ان هو اقرب الكواكب للشمس وإيه تاني قالك أنه أصغر كواكب المجموعة الشمسية حجما نركز في أصغر كواكب المجموعة الشمسية حجما دي عشان هنعوزها بعد كده تاني حاجة معنا كوكب الزهرة بياخد وقت برضه قد ديع وما يلف حوالين الشمس هنقول أنه بياخد 225 يوم من أيام الأرض طيب إيه اللي بيميزه؟ قالك له غلاف غازي متماسك كسيف يصعب اختراكه يعني حوالين كوكب الزهرة غلاف غازي زي الغلاف الجو بتاع الأرض كده هنعرف بعد كده ماشي كده يبقى هو ليه غلاف غازي طيب يقولك مثلا ما النتائج إنه هو ليه غلاف غازي نقول له يصعب تحديد مدة دورانه حوالين نفسه طيب يقولك بما تفسر يصعب تحديد مدة دورانه حوالين نفسه نقول له بسبب وجوده بسبب أن له غلاف غازي متماسك أو كسيف ماشي؟ تاني حاجة معنا قالك يسمى بتوقم الأرض طيب ليه بيسمى بتوقم الأرض؟ هنقول له بسبب تقاربه مع الأرض في ثلاث حاجات الكتر والحجم والكتلة جميل نخش بعد كده على كوكب الأرض كوكب الأرض ده من أجمل الكواكب اللي ممكن تشوفها في الفضاء طيب مدة دورانه قد إيه؟ حوالين الشمس؟ نقول لك بياخد 365 يوم وربع طيب إيه اللي بيميز كوكب الأرض؟ عن باقي الكواكب قالك يدور حوله كمر واحد ويعود التابع الوحيد ليه كوكب الأرض حواليه كده أمر؟ الأمر ده تابع ليه بوصية حاجة اسمها الجاذبية لو فاكريه ثاني حاجة بيقولك أنه بيسمى بالكوكب المائي طب ليه هو بيسمى بالكوكب المائي؟ هنقول له لأن الماء يشغل سبعين وسبعة من عشرة من المساحة بتاعته جميل؟ طيب نخش بعد كده على كوكب المريخ هنقول أن مدة دورانه حولين الشمس بتعادل 687 يوم من أيام الأرض طيب ثاني حاجة قالك أصغر حجما من كوكب الأرض طيب ثالث حاجة قالك بيسمى بالكوكب الأحمر يقول لك اللي يعلل أو بما تفسر يسمى كوكب المريخ بالكوكب الأحمر هنقول له بسبب تربطه الغنية بأكسيد الحديد حمراء اللو وده أهم ما يميز كوكب المريخ كده الكواكب بتاعت المجموعة الداخلية خلصت نخش بعد كعر كواكب المجموعة الخارجية كواكب المجموعة الخارجية وأول كوكب فيها كوكب اسمه المشترة طيب كوكب المشترة ده بياخد وقت قد إيه برضه أو السنة على سطحه بيتسعود وعادل قد إيه قال لك 12 سنة أرضية وعايزكم تعرفوا أن كواكب المجموعة الخارجية كل الأرقام اللي هنقولها هتبقى بالسنين إنما كواكب المجموعة الداخلية كلها بالأيام جميل ليه؟ لأن الكواكب الخارجية المضارب بتاعتها كبيرة جدا فطبعا عبالما نقيس المسافة ده كلها ونضربها في الأيام هيبقى رقم كبير فحسبناها بالسنين علشان تبقى سهلة في الحفظ طيب نيجي بعد نرجع تاني للمشترة قلنا إن هو بياخد 12 سنة أرضية أو السنة على سطحه بتعادل 12 سنة أرضية أهم ما يميزه قال لك هو أكبر كواكب المجموعة الشمسية قلنا إيه أصغر كواكب المجموعة الشمسية قلنا إيه عطارد جميل فكري اللي ما قلنا هنرجع لها تاني نيجي بعد كده على كوكب زحل قال لك مدة دورانه حوالين الشمس 29 سنة أرضية ونص طيب إيه اللي بيميزه قال لك وجود حلقات حلزونية تدور حوله حيث تبدو بألوان الأحمر والبنفسجي والأزرق زي اللي في الصورة اللي قدامكم بالزبط وتتكون من أجسام صخرية وجلدية وحجمه يساوي 763 مرة من حجم الأرض يعني كبير عن الأرض ب763 مرة يبقى أهم ما يميزه نركز بوجود حلقات حلزونية في الأحمر والبنفسجي وأزرق دي ألوان الحلقات الحلزونية اللي حوله نيجي بعد كده على التاني كوكب اللي بعده كوكب أورانوس طيب بياخد وقت قد إيه أو السنعة على سطحه قد إيه قال لك 82 سنة أرضية طب أهم ما يميزه قال لك وجود يبدو فيه الفضاء ككرة ملساء لونها أغدر يميل إلى الزرق يبقى هو لونه أغدر بس مد على زرق يعني حاجة كده إيه حاجة حلوة يعني قال لك يشبه في تركيبه العام كوكباي زحل والمشترة يبقى إذن كوكباي زحل والمشترة تركيب العام بتاعهم ده اللي حاول نستنتجه عشان النقطة دي مهمة قال لك يشبه في تركيبه العام كوكباي زحل والمشترة إذن زحل والمشترة تركيبهم العام واحد هو بيشبه نفس التركيب العام بتاع مين زحل والمشترة نيجي بعدك على آخر كوكب معنا كوكب نيبتون هقول لك مدة دوران حوالي الشمس 165 سنة أرضية طيب ايه اللي بيميز كوكب نيبتون على الباقي الكواكب قالك ان هو شديد البرودة لبعده عن الشمس ويكاد يكون توأما لكوكب اورانوس يبقى توأم اورانوس من نيبتون طيب ايه هو توأم الارض والنص الظهرة طيب يقولك بما يسمى بالكوكب الازرق يقولك بما تفسر يسمى بالكوكب الازرق هنقوله لانه يبدو كماسة زرقاء تشعر ضوءا خافتا في الكوين تجي تشوفوا كده كأنه ماسة زرقاء بالزبط كده يب احنا خلصنا الدرس الثاني للصف الاول الاعدادي وان شاء الله هنكمل الدرس الثاني الدرس الثالث تحياتي محمد الشام